السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي ومناتي أبطال الصف السادسة الابتدائي أهلا بكم مرة أخرى مع درس جديد من دروس اللغة العربية واليوم سنتحدث ثويا عن الحال كيف حالكم؟ ما هو الحال؟ تأملوا معي يا أحبابي هذه الجمل يجري الرجل خائفا يلحق شاب به منزعجا يجري الناس صائحين وقع الرجل متألما ضربه الناس مبرحين استعاد الشاب محفظته مسرورا إذا لاحظنا يا أحبتي الكلمات الملونة باللون الأحمر نجد أن كلها هي أسماء ونكرة ومنصوبة وتبين هيئة صاحب الحال أثناء حدوث الفعل وهذا ما يسمى بالحال إذن الحال يجب أن يكون إسماً نكرةً منصوباً ويبين هيئة صاحب الحال أثناء حدوث الفعل وصاحب الحال نعرفه في الجملة إما أن يكون هو الفاعل أو المفعول به ويجب أن يكون صاحب الحال معرفة ولدينا القاعدة معرفة وبعدها نكرة إذن هذه النكرة هي الحال كيف أستخرج الحال من الجملة؟ أولاً أضع في بداية الجملة كيف وتكون الإجابة عليها هي الحال إثنان أحدد من هو صاحب الحال هل هو الفاعل أم المفعول؟ لما؟ لأن الحال هو الذي يبين هيئة صاحبه ثلاثة يكون الحال منصوباً دائماً في الجملة فأقول حال منصوب وعلامة نصبه كذا حسب علامة الإعراب ولدينا كلمات دائماً ما تعرب حالاً في الجملة ومنها كلمة جميعاً إذا ما رأيتها في الجملة تعرب حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة هيا بنا يا أصدقائي نجد أين الحال وأين صاحبها في الجملة الآتية أكل محمد التفاحة طازجة نضع كيف في أول الجملة ونقول كيف كانت التفاحة عندما أكلها محمد؟ فتكون الإجابة طازجة وهذه الإجابة هي الحال وهي تعبر عن محمد أم التفاحة؟ تعبر عن التفاحة إذن التفاحة هي صاحب الحال وهي موقعها في الجملة مفعول به المثال الآخر أكل محمد التفاحة سعيداً كيف كان محمد وهو يأكل التفاح؟ الإجابة سعيداً إذن سعيداً هنا هي الحال وصاحب الحال هل محمد أم التفاحة؟ محمد ومحمد في الجملة هو الفاعل أعرب الجمل الآتية يعيش خالي وحيداً يعيش فاعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة من يعيش؟ خالي إذن خالي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة كيف يعيش خالي؟ وحيداً إذن وحيداً هي حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة تطير الطائرة في الجو مسرعة كيف تطير الطائرة في الجو؟ مسرعة هيا نعرب تطير فاعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الطائرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة في الجو في حرف جر الجو اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة مسرعة ماذا تعرب؟ نعم حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة نزل المطر غزيراً كيف نزل المطر؟ غزيراً نزل فاعل ماض مبني على الفتح المطر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة غزيراً حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة وإلى هنا أحبتي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم على أمل أن ألقاكم في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة